لما نشوف باشواندس حجم الفرحة والسعادة اللي الاهل بيصدرها لمحبيه وعشاقه في كل مكان الناس فعلا هتعرف انه الاهل فرحة عابرة للحدود غزة احتفلت وكل المدن الفلسطينية احتفلت بفوز الاهل وتتويجه هنشوف جانب من هذه الاحتفالات ولحظة الانفجار بهدف الاهل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذه اللقطات ليست في حديقة النادي الاهلي وليست في مقاهي اي محافظة مصرية انها في فلسطين وفي غزة اللي يقال ان اكبر جالية تشجع النادي الاهلي اكبر عدد انت بتقول حوالي 110 واحد بشجع الاهلي في الدوحة في الدوحة اه اكبر عدد من مشجعين يقال انهم موجودين في فلسطين هذا معناه ايه هذا الحماس الدافق لناس مح وجهة الى الفرحة صحيح شيء تتعلق به وتزهو به هو ده النادي الاهلي لازم يتحط في حتته لازم الناس يشوفوا صح عشان تتعامل معه صح مجرىش حاجة ابدا ان احنا طالما ان هو فخر مصر في الوطن العربي والعالم انت لو رحت اوروبا او امريكا هتلاقي المشاكل دي بس محدش لسه فكر انه يرصد هذي الامور هتلاقي اي حتة فيها جلات مصري قطعا هتلاقي هذا الزخم عشان نعرف يعني هو الاهلي ده يعني لما بيعمل كده محتاج ايه محتاج ان احنا نقوله مش مضطرين ولا نقوله ايه نقوله الف شكر العلاء خالد والضياء والخليل والقسامة عمر وكل محب الاهلي وعشاق الاهلي في فلسطين